السلام عليكم ورحبا بكم بجديد على قناة الاستاذ الافتراضي معكم بخوب سوما وفي هذا الفيديو غدي نعطيكم موضوع بسيط حول العنف يعني الفيولونس صراحة هو موضوع بسيط ماشي كيف دائما يعني الفيديو اللي كتلقاو فيها الاسباب والنتائج والحلول كتلقاو التعارف كتلقاو المواقف فهد الفيديو هدي او هد الموضوع اللي كين في هذا الفيديو كنت خدمته مع شي تلميذة او تلميذة ما عقلش عبر الواتساب وكنت ساعدتها وارتقيت انني نتيجته انكم طلبتوا مني بزاف هد الموضوع ارتقيت انني نشارك معكم هد الموضوع يعني موضوع اللي هو بسيط وتام ناحية دل حجاج ربما تلقاهو مشتركة في الانترنت ما عقلش لانا كتبت جوج ديال مواضع موضوع اللي كنت هكدا الافكار غير اللي جاوني فراسي كتبتهم وموضوع اللي اعتمدت فيه شوية ديال الحجاج من الانترنت فيعني خلاصة ديال القول انا غدي تلقاهو هد الموضوع هذا جايز كذلك غدي نصور لكم فادي الايام المقبلة موضوع تاني وغدي نلوح لكم الفيديو اللي فيها شاملة فيها الاسباب والنتائج والتعارف اتسترا دونك نبدأو هد الموضوع اللي كي يجاوب على السجي ديال لكوز ولكونسيكنس ولكونسيكنس يعني ما فيش الجانب الايجابيات ولا السلبية دلعن في غير الاسباب والنتائج والحلول وبشكل بسيط طبعا دونك مقدمة اللي هي بسيطة العنف هي ظاهرة منتشرة في المجتمع ديالنا وبالمناسبة هد الموضوع غدي يصلاح التانية باكالوريال اللي مثلا المقبلين على امتحان جيهوي حول ولا اللي راهم كيقراو كونديد حاليا وغي يصلاح كدالك حتى الاولى باك لان موضوع ديال العنف موضوع اللي كي تناقش من خلال المسرحية ديال انتيجون يعني الاولى باك والتانية باك دونك قلنا هد الفيولنس هو واحد داهرة منتشرة في المجتمع ديالنا سي كوز و سي كونسيكنس سن نمبرز اسبابوه و نتائجوه متعددة مي باكو دسوليشون سن تنسبل لكن عدة حلول ممكنا كتلاحضو هد المنهاجية سباقو حطيتها لكم عالقانات ديال لبلان اناليتيك ممكنا ترجعو لها وغدي تفيدكم بزاف المواضع اللي كتكون كتعتمد لبلان اناليتيك كالسون الكوز اللي راتمبه و دسوليو إذن شنو هما الاسباب و نتائجوه لها داهرة نسيت ساو و كالسون الشيشن سيسيبتبل دي مي بطر فان و شنو هما الحلول اللي ممكنا أنها تقدع لها داهرة يعني أنا شرحت هنا غير مفاو لسهما لسهما ف威λιوم سمم قرمي لكوز اللي حلول اللي ممكنا أنها تقدع له داهرة المساكي لعائلية هي من بين الأسباب اللي كتدفع الناس أنها تستعمل العنف خاصة أن الأفراد ديال نفس العائلة ما كيتفاهموش ستخوف سمو وكي يلقى رسم دائما في صداع يعني هذا الغضب وصداع دائما كيخلي الإنسان يكون عنيف وبالتالي كيستعمل العنف بغيير إضافة إلى دالك بلجورة برسان إبقى دينارم ديفكولتين بزاف ديالنس كيالقاو صعوبة أنهم بش يعبروا على رسم ولمكي قدروش يعبروا على رسم ينغيب علي رسود كيبار لبعي ديالة وأنهم مكيستعمل أنهم يحلوا المشاكل ديالوم والصعوبات ديالتعبير إلا عن طريق العنف وسمحوا ليه إلا كنشي شوية ديال الصداع كده فمعندي شكي فاش ندير ونطر إضافة لدالك سرطان سون تبليجي ديرو كوريخ كار نو فيفون دون زين سوسيتي وغاني لالواد ديالتعبير ديالتعبير بعض الناس ديال المعلماء ديال المعلماء بتتلعب في الرواية ديال البواتة ميروي واللي يتمكن أنهو يسترجع لبغاصلي ديالو عن طريق العنف يعني عن طريق استعمال العنف كيلكونسوا لكوز مهما كانت الأسباب لكوز لكوز سون ملتوب يعني الناس نتائج كتبقى متعددة للمبغوة ديال سوم موين نتاما أفك للمبغوة ديال هدل واسيلا أنا نعري بشمن تكررش العنف بزف بدلتاب للمبغوة ديالتعب ديال هدل واسيلا خاصة مع الاتفال peut engendrer ديال ديالتعب نفاس سواء سواء للمبغوة ديال psychيحة ديال 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 للمبغوة ديال خاصة مع الاتفال يقدر يترتيب علي خاصة إرليا مدامرة سواء على أدرار مدامرة سواء على السحة نفسية أو الجسدية ديال الفال ومم يدفت اللي دالك للمبغوة ديالك للمبغوة ديالك بحالة كالصدمات ولا الطيرا ولا دونك تخوماتيسم كالجيفة سياق هادا ديال الصدمة كي يكزور يعني هي كي بوس اللي تدفع ببعض الأشخاص أنهم يتعاطوا المخدرات سا دوني على درق انغيس ديالك يعني في الخيطة يل سابر بيان كي للمبغوة ديالك يتعاطوا نفاست كي بان أنه بوضوح أنه للمبغوة دهيرا اللي نفاست معمارش بالعربية ولكن كتعني مدامرة شي حاجة قبيحة وسمحولي على هد صوت الخارج عن إرادة أوكل يل فمت خفا أتخفر للمبغوة وإنستور عن طريق يعني تشجيع وإنستور هي بحال اعتماد الحوار ديالك دون لعلاقات اجتماعية وفي المدرسة لأنك نعرف أن المدرسة تصير بزاف على تربية ديال الإنسان وبالتالي إلى يعني يعتمد التواصل في المدرسة غادي يكون عنده واحد الوقع إيجابي وغادي نقص من الظاهرة للعن في المجتمع دون كتشوفوا الفيديو شوي بليتو لشوجة شوية بسيط لأن صراحة هذا كنت صابت بسرعة ونظر الطلب ديالكم يعني أنا حطيته بسرعة لبغيت ديزاغ يكونوا دو كاليتي يكونوا قويين ويكون فيهم أفكار بزا فانتظروا الفيديو اللي غادي تعلق بالحجاج وأفكار لفيولونس يعني موضوع العنف موسيقى